الجنيه هيبقى بخمسه واربين جنيه الدولار هيبقى بخمسه واربين جنيه اوة عتقول انا اللي قلت عشان ما تقول ليش بيهبد انا مبهبتش اهو بنك سويسري الشهير يتوقع عبوط الجنيه المصري لخمسه واربعين جنيه قدام الدولار خمسه واربعين اعيف خمسه انا قلت كده اه بس دلوقتي عشان ايه عشان بس يعني محدش يقولي انت ايه دي مين ده استنى ياولاد ده مين ده ياولاد مين الراجل ده لا لا استنى استنى ده انا عندي حاجات هنا مين النائب عمر الصنباط ده ياولاد رئيس نادي هليوبرس عليه كل القضايا دي ويتقابل عشان دفع خمسين مليون ما شاء الله وده عمر الصنباطي ومحمد فاروق محمد علي الصنباطي اسم الام نبيل عيسى اسماعيل الحالة الاجتماعية مطلق ايه المواهقة الابتدائية قولوا الله العظيم لا يعال نستنى شوية عال لا يعال لا يعال لا يعال نستنى شوية بس خد بالراحة كده واحدة واحدة خد بالراحة كده واحدة واحدة عشان انا ايه والله العظيم جالي دلوقتي بوهاق الاستاذ عمر بالصنباطي ايه يجد عن ده تم ناقض ده بكرة برضو ايه رأيك علي لان ده برضو موضوع والله العظيم ايه يجد عن البلد دي ايه البلد دي هو احنا بلد ولا خاصة من بله لو عزبة لو عزبة ما تبقى كده ايه ده ايه ده لا لا اهات الاول اهات الاول الصورة الاولينية اللي فيها ايه محمد عمر محمد فاروق محمد علي 36 شارع النزهة مقر اقامته لا لا اللي هي في التانية الصورة التانية 6 شارع فريد 6 شارع فريد النزهة القاهرة المهنة لا يوجد رقم القضية 40-44 حبس مصر الجديدة رقم الحصر الى اخري خلاص طيب نصلى على النبي مين بقى الرجل ده الرجل ده هو اللي عليه القضية دي هات بقى القضية كده رقم القضية خد فيها 6 شرع حبس اول قضية تاني قضية خد فيها 6 شرع حبس تالت قضية خد 6 شرع حبس رابع قضية خد 6 شرع حبس تالتة اوكي هات بقى ادي ارقامه ادي بياناته عمر محمد فاروق محمد علي الصنباطي ذكر موليد 67 مسلم اسم الام نبيلة الحال الاجتماعي مطلق امشي امشي حد المؤهل ابتدائية ليه ما ينفعش ليه احنا مالنا احنا يجينا عند الرجل احنا بنقرد بيانات حد قال له حاجة حد جي عنده ده مدرب تنس قد الدولة ده يا عجل عام بيشتغل ايه بقت بايه عضو مجلس نواب ماشي الراجل ده حضرات عضو مجلس النواب ده الراجل ده رغم كل فساده لم ترفع عنه الحصانة عضو مجلس النواب معاني هو معاقب ده ايه عديمة ده مدرب تنس بيقوله اهو انزال النقب العام عمر الصنباطي لمخالفة الدستور القانون في الجامع بين عدوية البرلمان ورئاسة نادي هليوبلس تحية مصر ثلاث مرات البلد عيمة على بركة من الفساد وبكرة اقول لكم عن ايمن عامر ومجد طبيخ ما تسمعوش الاسماء دي دول عتعيت حلوشة عايشة في مصر وبترعى وبتعمل مليارات حاجة بيكلم عنه خلينا نشوف بقى الجنيه بو خمسة واربعين الدولار بو خمسة واربعين جنيه ابرز توقعات الاقتصاد المصري اللي قالها البنك السويسري واللي اغلبها كانت سلبية للأسف واللي ختمها بتعزيل المستثمرين اوه ده بنك كريدي سويس بيقول رجح تخفضات سعر الجنيه تلاتين في المائة قدام الدولار ليصل سعر الصرف الى خمسة واربعين جنيه لكل دولار كما في السوق الموازية البنك عدل مستهدفه لسعر الصرف في خلال ثلاث شهور بين خمسة واربعين وخمسة خمسة واربعين وخمسين جنيه نظرة البنك كانت محيدة لمصري في ديسمبر اتين وعشرين تحولت لسلبية في فبراير ثم تعمقت مع تزايد القلق بسبب عدم تطبيق الاصلاحات المتفق عليها مع صندوق النأل بخاصة برنامج التروحات الحكومية وتطبيق سعر مارين للجنيه المصري القيمة العادلة الضمنية للدولار مقابل الجنيه تدهورت نظرة البنك للأسهم المصرية سلبية ويرى مخاطر بشأن تراجع الأرباح البنك حزر المستثمرين لا تزال مصر محفوفة بالمخاطر كريدي سويس مش أنا ومع اقتراب تعويم اقتراب نهاية السنة المالية ومع اقتراب التعويم يعني نشاطاء كتير ربطوها بخطوة حصلت مبارح وهي حصلت حاجة مبارح غريبة جدا تم إغلاق كافة المدفوعات الدولية عن طريق الكروت كل حاجة يعني لو عايز تدفع حاجة البرق خلاص اتقفلت اللي عايز يحجز حاجة مع السلامة ريس البوس ده انتشر كما انتشر النار في الهاشيم اهو كافة المدفوعات مساء الخير مساء الخير كافة المدفوعات الدولية عن طريق الكروت مسبقة الدفع في مصر اتقفلت اطلع بالصورة كده ايه الكروت مسبقة الدفع دي البنك الاهلي مثلا يا راجل الكريدت والله العظيم الكريدت كارد ابقى صورني جنبه يا علي الله يخليك لاني محتاج صورة جنب الكريدت كارد اهو شركة تيل ده المدفوعات الالكترونية تعلن تعليق المعاملات الدولية بالبطاقة المدفوعة مقدمة اللي اجل غير مسمى البنك الملكزي يحظر جميع التعاملات الدولية من اي كروت مسبقة الدفع انا رغم اني معرفش اهو البنك الملكزي يخف رغم ان انا معرفش والله العظيم ايه الموضوع يعني ما بفهمش في حاجات دي انما الخطوة دي سببت غضب كبير جدا على السوشيال ميديا وشوفت ناس عمالة تتكلم عنها لكن كنت زي القطرش في الزفة مش فهمهم ايه زعلاني اللي يعني بس خاني اسمع الناس يعني النهاردة فيه مصيبة حصلت لاي حد يشتغل اونلاين في مصر والناس اللي بتقدم محتوى تعليمي تعليمي او اي نشاط تجاري كافة المدفوعات الدولية عن طريق الكروت مسبقة الدفع وقفت خلاص اتقفلت في النهاردة من النهاردة بسبب الدولار واعتقد بعدها البنوك الله يوقف حالكم زي ما وقفتو حال الناس اه فهمت شوية يعني هو هنا الراجل بيقول واعتقد بعدها البنوك هاتبقى الخبر اللي قبله كده عالي انت عرضت بتاع البنك المركزي كده البنك المركزي يوقف البطاقات مسبقة الدفع البنوك وقفت فعلا اهو مرسمي اهو البسطلح حقيقي فعلا وده مقر البنك المركزي شارع جواد حسني مع شارع قصر النيل يا نهاراب ولا شارع محمد فريد لا شارع جواد حسني يا نهاراب يض كان فيه صالة مزردات هناك كنت راعة تفرج عليها هات يا عم تلوسط الناس يا عم خانا اشتغل الله يوقف حالكم زي ما بتوقف حال الناس كافة المدفوعات الدولية عنطريق الكروت مسبقة الدفع وقفت النهارضه ولا بلد تعمل كده واعتقد بعدها المنوك اه خلاس خلاص يا جمعة خلاص صباح الخير اللي جاي علينا سواد يا جودة قل لك عيشت نام لا تاكل سكر كافة المدفوعات الدولية عنطريق الكروت منسبقت الدفع اتقافلت النهارضه واعتقد بعدها البنوك عوام وتمختر للتوضيح الكريدت كارت او فيزا المشتريات هتكون شغالة انما الديبيت كارت اللي هي من حسابك زي المعاشات او الرواتب مش هتقدر تستخدمها لأي خدمة برا مصر ونجهز نفسنا بقى ونلبس العوام عشان معالي التعوي مقرب مش فاهم واللي شغله ودخله اساسا من شركات برا مصرية بعد ازاي في مليون فريلانسر في مصر ايه حكومة كل المدفوعات الدولية عن طريق الكروت مسبقة الدفع مصر اتقفلت من النهاردة ليلة حزينة على الايكونيما وكل الشغله بيتم برا مصر بيتقفل علينا بالضبع والمفتاح ويا صابت يا خابت والبقاء لللي يعرف يخرج برا مصر مش عارف رايحين على انه دهية بالزبط شكل طيارة لبنان قرب معدها لو حصل تعويم جديد الاسعار الاسعار هتتجنن اكتر اكتر ما هي مجنونة ده كان فيه خبر النهاردة بيقول ان الاسعار التهبت مع الموجة الحارة والله انا قاريته زي ما هو كده ماردش حتى بص فيه المصريين ما بقاش حد فيهم ليه سير غير عن الغلاء الرهيب اللي دهس كل حاجة في وشه من اللحمة للفراخ للخضار للفاكهة لكل السلع وكمان السلع حتى الغير القاسية ارتفاع بلاها لحمة احنا هنرجع تاني البلاها لحمة وبلاها تلاجة وبلاها غضار وبلاها هنرجع تاني القصة دي تخيل ان لو حبيت اقدم على تقشيرة انجلطرة مثلا يبقى لازم ادفع اولاين تمن التقشيرة دلوقتي ما عرفش ما قدرش اشتري حاجة من بره ابدا والله كويس والله يا دكتور على البنت بنت اللي هو يوسر الديب اللي هي قالك هذه الشبلة من زكا الاسد او مرسمع مصطلح الشبلة ده فحد بيقعد يقول لي بكرة تبقى اشتيمة بس يا شبلة علي يا حال خايني نسمع كتير من مصطلين تحرموا للأسف من اكل اللحمة لحمة مين بعد ما سعرها بقى بالشكل الرهيب ده ده غير اسعار باقي السلع واللي خلت الحياة صعبة عليهم وكتير منهم بقاش فيه قدامه غير السوشيال ميديا يفيش شغلوا فيها ويشتكي حاله للناس اسمع دلوقتي يا جماعة بجد احنا هنأكل لحمة امتى هنأكل لحمة امتى اللحمة اصلا اسعارها تنزل ولا لا يا جماعة اللحمة وصلت 350 جنيه يعني اسرة مكونة من اربع افراد او خمس افراد يا دوبة كيلو لحمة تجيب كيلو لحمة ب350 جنيه غير اللرز المقارونا الخضار بقيت العشا يعني العشا يا جماعة يتكلف لأسرة اربع او خمس افراد خمسمائة جنيه فين الحكومة من الغلل اللي احنا فيه ده فين الحكومة الحكومة من الغلل اللي احنا فيه ده نعمل ايه ولا لقين نجيب اكل ولا لقين نجيب اي حاجة خالص فين الحكومة يا رايس يا رايس الحقنا حكومتك فين يا رايس انا راجل معايا ثلاثة عيال ولو دخل مج جنيه هيأكلونا انا عايز حد يرد علي رض مقنع هيأكلونا المج جنيه خليني دخل مياه وخمسين جنيه هيأكلونا ايه مش هيأكلونا حاجة هيجيبوا لعيال الدرس ايه لنما اينا في البلد مفيش راح انا تعبت نفسية تعبت من غلو الأسعار كل شواء بسمعها ببقى أنا عليها امسك اللي بيقولي الحاجة غالية ده موطة ايه ده ايه ده احنا ده احنا تعبنين قوي تعبنين لغاية امتى الوضع يفضل بالشكل دوت احنا دلوقتي لو مش بنتعامل برحمة وضميرة حتى مع نفسنا عمرنا ربما ربنا هيبرك لنا في إرشي دخلنا طب بعيدا عن اي حاجة هو هو اصلا معندوش عزيم مرداميه فين اجهزت الدولة ما بيترقبش على الناس ديت ليه وهلا هو فعلا بيطبق السعر الرسمي المتبع من المصنع المعلن من المصنع ولا لأ ليه ما فيش ركابة من اجهاز حماية المستهلك فين الدولة وفين اجهزت الدولة من الركابة على الأسعار حرام كفاية والله رحمونا ده الحكاية ما بقتش كبس اسمو ايدا اللحمة لكن حتى البصل والله العظيم يعني حتى البصل اللي هو كان في التراث المصري حاجة كده ببلاش حتى انهم يفرقوا البصل خدت منك يا بصل غير مع كل خارطة دمعة البصل ارتفعت اسعاره عشر اضعاف ده اللي بيقول كده سيادة النقيب الامناجي نقيب الفلاحين نقيب الفلاحين اسعار البصل زالت عشر اضعاف عن العام الماضي عشر اضعاف بصل بخمسة وخمسة يا بصل كنا نقول كده زمان عشر اضعاف نقيب الفلاحين مبسوط هو ده نفسه النقيب اللي كان يطلع انا مو مستعد دوريك تصريحاته مصر تشهد اصدهارا في مجال الزراعة مصر على خطى المستقبل هو ده نفسه وده برضو نقيب من بتوع الامن الوطني البصل زاد لدرجة انه فيه مطالبات برلمانية مش عشان سد النهضة لا عشان ازمة ارتفاع البصل جنون الاسعار ينتقل من اللحمة الى البصل مطالبات برلمانية بدروت السيطرة على السوق ومواجهة ارتفاع اصعار السلع امين الحكومة تعرف السبب وعليها مواجهته ومحسب كيف نعاني من ازمة بصل ولدينا زيادة في الصدرات محسب ده كان اسمه رشدي ابازة في فيلم سراع في النيل مع عمر الشريف المصريين اللي بيعانوا في توفير لقمة العيش بسبب الغلاء الفاحش بيعانوا برضو من توفير علاجهم بسبب الازمة الاقتصادية ونقص الخامات لانه فيش دولارات والنتيجة زي ما انت شايفها نقص في الخامات صناعة الدواء وتعويدها بمنتجات بديلة رئيس الغرفة بتاعت الصناعة الدواء حذر ان المغزون قرب من مستوى الخطر الاستاذ جمال ليسي كان منتج سينما زمان ده لكن المرة دي هو رئيس غرف صناعة الدواء بيقول او بيحذر رصيد ومغزون الأدوية وصل لأدنى مستوياته وبما يقارب من مستوى الخطر الغموض اللي احنا راحين عليه ده واللي كل المؤسسات بره بتقول انه هيكون انهيار تاريخي للجنية ولكل شيء هيسمع في كل حاجة لحمة خضار أكل دواء وهيكون له تأثيرات اجتماعية سيئة جدا في علاقة الراجل بمراته وعلاقة الأم ببلادها وعلاقة الأسرة كلها الأزمات الاقتصادية بيكون لها تأثير اجتماعي فوق مستوى التصور وربنا يستر على مصر لها تأثيرات اجتماعية سيئة جدا